حرب الإبادة التي تخوضها إسرائيل ضد الوجود الفلسطيني في غزة ما كانت لتكتمل من دون أن يصدر الكنيسة الإسرائيلي تشريعا يحضر وكالة الأونيروى الوكالة التي تأسست في العام 1949 لأجل إغاثة ضحايا النكبة تقدم الرعاية الإنسانية وخدمات الصحة والتعليم لأكثر من خمسة ملايين فلسطيني داخل وخارج الأراضي المحتلة وهي المؤسسة الدولية الوحيدة التي تمتلك الهيكلية اللازمة لتوزيع المواد الغذائية في غزة ما يجعل منعها من العمل حلقة أخرى من حلقة التجويع التي يمارسها الاحتلال منذ أكثر من عام قبل صدور التشريع كان مسؤولون في الخارجية الإسرائيلية حذروا من أن سن القانون هو خرق لمثاق الأمم المتحدة وسيؤدي إلى طرد إسرائيل من الأمم المتحدة المفاوض العام للأونيروا فيليب بولازاريني قال أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي إن كبار المسؤولين الإسرائيليين اعتبروا تدمير الأونيروا هدفا من أهدف الحرب المتحدثة باسم الأونيروا جوليات تومة قالت في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إنه لأمر شائن أن تعمل دولة عضو في الأمم المتحدة على تفكيك وكالة تابعة للأمم المتحدة هي أيضا أكبر مستجيبا في العملية الإنسانية في غزة القرار الإسرائيلي يرمي الكرة الآن في ملعب الجمعية العامة لأجل اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل وصولا إلى طردها من عضوية المنظمة الدولية وذلك بموجب المادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة التي تقول إذا أمعن عضوا من أعضاء الأمم المتحدة في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناء على توصية مجلس الأمن وإسرائيل لم تمعن في انتهاك الميثاق فقط بل وصلت إلى تعمد التنكر لقرارات الأمم المتحدة ورفض الالتزام بها